ذكرت تقارير أوكرانية أن سلاح الجو الملكي البريطاني أرسل إلى أوكرانيا سواريخ برايمستون 2 عالية الدقة والتي يمكن توجيهها بالليزر وأشرت إلى أن هذه السواريخ تستطيع إصابة أهداف من خلال تتبع الليزر الذي تطلق القوات أو الطائرات أو المركبات وتحديد هدفيها الخاص من قائمة مبرمجة مسبقا من خلال استخدام رادار وأوضحت أن هذا النظام يسمح بمسح ساحة المعركة وتحديد الهدف الأنسب مع استيعاب المركبات المدنية أو المعدات العسكرية الأقل أهمية مؤكدة أهمية هذا الأمر للحد من احتمال حدوث أدرار جانبية بين سكان المدنيين